موسيقى السيدات والسادات السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في نشرة الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي تونس رفعت الكرامة في العشرين من نوفمبر 2013 نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحقه كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بالأمم المتحدة بشأن السيد عزدين عبداللاوي وألقي القبض على عزدين عبداللاوي البالغ من العمر 38 سنة في الرابع من أغسطس 2013 على الساعة الخامسة صباحا وحسب رواية أسرته دهم أفراد من قوات الشرطة مقر سقنا بمدينة قرطاج مستعملين في ذلك أسلحتهم النارية رغم أنه كان يرفع يديه مسلما نفسه ولم يكن يشكل أي تخطورة عليهم مما أصفر عن إصابة بجروح خطيرة في رجله اليمنى ويديه وثم نقله على وجه السرعة تحت حراسة مشددة لرجال الشرطة إلى مستشفى مدني حيث أجريت له عملية جراحية وباشر رجال الشرطة التحقيق معه على الساعة العاشرة صباحا وهو على سرير بالمستشفى ولم يسترجع وعيه كاملا ساعات بعد ذلك أعلن عبداللطيف بن جد وزير الداخلية للصحفة أن قوات الشرطة اعتقلت عبداللاوي ومجموعة من الأشخاص في إطار التحقيقات المرتبطة باغتيال السيد شكري عبدالعيد وأضاف منتهكا بذلك لقرينة البراءة أن عبداللاوي اعترف بمشاركتي في الاغتيال وأحيل عبداللاوي على المدعي العام بتونس الذي وجه له تهمة القتل والمشاركة في عملية إرهابية ونقل إلى السجن المدني ببرج العامري ليودع في زنزانة انفرادية حيث يعيش ظروفا صعبة ومنذ ذلك الحين لم يتلقى أي علاج خاص الذي تفرض حالته الصحية بعدما تعرض لطلقات نارية أو لأي ترويض طبي لكي يستعيد قدرته على تحريك يديه بشكل طبيعي وترى الكرامة أن حبسه الانفراد وغياب العلاج أو وضعه في ظروف نفسية صعبة قبل محاكمته يمكن اعتباره نوعا من أنواع التعديد وتتخوف أسرته ودفاعه أن تستند المحاكمة على محاضر التحقيق الذي قاده معه المحققون وهو جريح بالمستشفى ودخل عبداللاوي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ السادس عشر من أكتوبر 2013 احتجاجا على ظروفه السجنية ومطالبا بالعلاج المناسب ومحاكمته محاكمة عادلة ورغم ذلك لم تستجب إدارة السجن لمطالبه ومازالت تتحفظ به في نفس الظروف وطالبت الكرامة في ندائها العاجل من آليات الأمم المتحدة التدخل الفوري لدى السلطات التونسية ودعوتها لضمان سلامة عبداللاوي الجسدية وتقديم العلاج المناسب له وبشكل عام تطبيق مجموعة من المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر 1988 ودعت الكرامة السلطات تونسية لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مذكرة أن تونس صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الثامن عشر من مارس 1969 وعلى معاهدة مناهضة التعديم في الثالث والعشرين من سبتمبر 1988 الجزائر رفعت الكرامة شكوى في الحادي والعشرين من نوفمبر 2013 إلى آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان إثر استدعاء الدرك الوطني لبلدية عبدالقادر بولاية جيجل في الثالث عشر من نوفمبر للسيد عبدالقادر بوجبع الأمينة العام لجمعية مشعل لأمناء المختفين بولاية جيجل وكان عبدالقادر قد رفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن اختطاف واختفاء والده السيد محمد منذ 17 سنة واختطف السيد محمد من بيته في حدود الساعة الثانية صباحا في العشرين من أغسطس 1996 من قبل وحدة عسكرية تابعة لمنطقة جيجل العسكرية إطراء حملة اعتقالات شملت العديد من رجال المنطقة ونقل في حافلة كان على متن العديد من المعتقلين إلى مقر الوحدة لينقطع خبره منذ ذلك الحين وتوجه أهالي المختطفين في الأيام التالية إلى مقر قيادة المنطقة العسكرية لجيجل للسؤال عن أقاربهم وأسباب اعتقالهم لواجهوا بالنف من قبل الجنود بوجود المختطفين هناك أو مسؤوليتهم عن الاعتقالات وبقيت العائلة دون أخبار عن السيد محمد ورغم التهديدات استمرت زوجته في البحث عنه وقامت بالعديد من الإجراءات لتسليط الضوء عن ملابسات وظروف اعتقاله واختفائه وكانت تتوجه بشكل مستمر إلى مقر القيادة العسكرية لمنطقة جيجل ومراكز الشرطة وإلى النيابة العامة بمدينة طاهير إلا أن جميع الإدارات التي توجهت إليها رفضت تسجيل شكوها أو الرد عليها أو فتح تحقيق في الموضوع ولم تستطع رفع دعوة بمحكمة طاهير إلا سنة 2005 أي بعدما مرت تسع سنوات على الاختطاف والاختفاء إلا أن القضية حفضت أشهرا قليلا بعد ذلك إثر إصدار المحكمة لقرار بإسقاط الدعوة دون أن تكلف نفسها عناء فتح تحقيق في القضية واستدعي السيد عبدالقادر من المختفي إلى مقر قيادة الدرك بالأمير عبدالقادر في الثالث عشر من نوفمبر وجرى التحقيق معه في ظروف اختفاء والده لكن لم يستلم أي محضر يبرر هذا الإجراء وأوضح له رجال الدرك أن هذا التحقيق كان بناء على طلب من قبل وكيل الجمهورية لمحكمة جيجل وما أثار السغراب هو أن رجال الدرك لا يمكنهم أن يجهلوا حيثيات القضية خاصة وأن والدته وزوجة المختفي توجهت لهم بالعديد من الشكاوى دون فائدة وتتساءل الكرام عن سبب قيام السلطات الجزائرية باستدعاء بأب ابن أحد ضحاير اختفاء القصري الذي طرق جميع أبواب أو أبواب جميع الإدارات المحلية للمطالبة بفتح تحقيق في اختفاء بوالده بل إن هذه القضية حفظت بالجزائر قبل أن يرفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وطالبت الكرامة من آليات الأمم المتحدة التدخل لدى السلطات الجزائرية لوقف مضايقاتها وتهديداتها ضد أسرة السيد محمد بسبب ذلك مصر اعتقل السيد أحمد حسن الدين البالغ من العمر 25 سنة وهو هولندية الجنسية مقيم بمصر منذ حوالي ثلاث سنوات ألقي القبض عليه في التاسع عشر من أغسطس 2013 في حدود الساعة التاسعة صباحا ببيته برحاب بالقاهرة من قبل عناصر أمن منثمين رفضوا الإفصاح عن هويتهم له ولزوجته وبطحوه أرضا على بطنه ووثقوه بشرائط بلاستيكية وضربوه على رأس بعقاب البنادق واستجوابوه عن شخص مبحوط عنه حسب زعمهم كسر رجال الأمن خلال تدخلهم العديد من محتويات البيت وحجزوا حاسوبه النقال وهاتفه وماله وجواز سفره مهددينه بأنه سيدفع ثمن معرفة بالشخص المبحوط عنه وأنه سيدوق طعم السجون المصرية جرى كل ذلك أمام زوجته وابني البالغ من العمر سنة ونصف نقل حسن الدين إلى مركز الشرطة تجمع أول بالقاهرة الجديدة وهناك القو على بطني في زنزانة باردة مع ضربه المستمر المرفوق بالسب والشتم بعبارات عنصرية وبقي في هذه الوضعية من العاشر صباحا حثث ثامن مساء دون السماح له بقضاء حاجته ثم نقل في العشرين من أغسطس 2013 إلى مقر أمن الدولة للتحقيق معه دون أن ينجو مرة أخرى من الضرب من قبل 15 جنديا وعند وصوله أجبر على نزول درجات السلم وهو معصوب العينين ليسقط مرتين مما أصفر عن جرحه في ظهره ثم وضع في زنزانة ضيقة يسمونها قفص الكلب ولبث هناك موتق اليدين في وضعية مؤلمة ثماني ساعات قبل أن يأخذ إلى غرفة التحقيق في الطابق العلوي سمع أحد الحراس يقول اعطيه واحدة على الوجه ليتلقى مباشرة سيلا من الركلات واللكمات والصفعات على وجهه وهو معصوب العينين ولم تعرف أسرته بمكان تواجده إلا في الثالث والعشرين من أغسطس بعدما رحل إلى سجن طرى في الثاني والعشرين من أغسطس حيث لا زال معتقلا به إلى الآن في زنزانة مكتظة تفتقر لأدنى شروط النظافة والتهوية يعاني من ألام الظهر ناتجة عن تعذيبه وسقوطه دون أن يتلقى العلاج رغم مطالبة المتكرران للسلطات السجنية بذلك واحتجاجا على وضعيته وظلوفه السجنية الصعبة دخل حسن الدين في إضرام عن الطعام منذ الرابع والعشرين من أكتوبر وبدل الاستجابة لمطالبه وضع في زنزانة انفراضية موثق اليدين معصوب العينين يتناوب على ضربه بقسوة مجموعة من حراس السجن مع ما يصاحب ذلك من سب وشتيم وإهانات عنصرية منبهين أن وضعيته ستزداد سوءا في حالة استمراره في إضرابه عن الطعام إلا أنه أخبر محامية أنه لن يتوقف قبل أن تقدم له ضمانات بإجراءات قانونية وبمعاملته بإنسانية وخاطبت الكرامة في 22 نوفمبر آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية السيد حسن الدين مشيرة أن مصر صادقت على معاهدة مناهضة التعذيب في 25 يونيو 1986 وعلى العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير 1982 وطالبت من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التدخل لدى السلطات المصرية بشكل فوري وتذكيرها بالتزاماتها الدولية ومطالبتها بتقديم العلاج الضروري للسيد حسن الدين ومحاكمته وفقا لضمانات المادة الرابع عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الإفراج عنه فورا خاصة وأنه معتقل منذ أكثر من شهرين دون أن توجه له أي تتهم ومطالبتها أيضا بفتح تحقيق حول مزاعم تعرض للتعذيب وتقديم المتورطين للعدالة بهذا نأتي على نهاية نشرتنا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في نشرة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة